سلام عليكم ورحمة الله. الله مصلي على محمد النوائل والصحابي جميعا. نتكلم ان شاء الله عن الناف بار ويعتبر اهم حاجة اصلا في ال bootstrap. ايه هو الناف بار? هو الشكل اللي قدامك ده اللي هو اللينكات مثلا هم وعباوت والينك اللي بتتنقل لك ما بين الصفحات وهكذا. هناخد الكود ده كده كوبي ونفهم كل حاجة بالتفصيل بإذن الله وكل كلاس بيعمليه. هعمل له ده اهو في الناف بار قدامك اهو. طيب تعالوا بقى نعمل كده نسبكت ونشوف الدنيا ماشية زي. اول حاجة خالص الناف بار فيه كلاس اسمه بي جي اهو بي جي لايت اللي هو البيجراند بتاتك بالكون لايت. ممكن بقى تعملها اي لون تاني زي ما انت عايز فتلاقي البيجراند بتتغير معك. حلو جدا. في حاجة اسمها الناف بار اكسباند ده بيتحكم في الشاشات اللي هي ايه المينيويتس بتاحها تسعمائة اتنين وتسعين. اللي هو بيخليك الجستفاي بيبدأ لك من البداية. تمام? جدا. عندي حاجة اسمها بقى الناف بار براند اللي هو الناف بار براند ده. اللي هو اللوجو مسلا او الكلمة اللي تدل على نوكة بتاعك زي ما انت عايز. تغيرها مسلا تبقى مسلا اللينك اللي انت عايزه مسلا الويب سايت هيدر. الويب سايت مسلا اللوجو اي حاجة انت عايزها فتحطي في الجديد الويب سايت ده اللي هو واخد ايه? ده ياخد واخد ومارجن رايت. تمام جدا. دي كلاسات خدناها بالتفصيل من اللي في كورس السي اس اس اس. تاني حاجة في حاجة بقى اسمها اللي هي الكلاس انها بار توجل. اللي هو بيكون عبارة عن البطن بتاعك ان انت لما تصغر يكون الناب بار توجل هو الشكل قدامك ده. ده اللي اسمه كلاس الناب بار توجل. تمام جدا. الشكل اللي قدامك انت شوفته من شوية ده الكلاس اللي هو الناب بار توجل ده عبارة عن صورة. الناب بار توجل البطن ده لو دخلته جوه اللي سبان ده هتلاقي عبارة عن صورة. طبعا ده ما يفضلش يعني. دي مش عارف ليه يا حاجة ريخمة طبعا فيه عاملينها انا مش عارف بصراحة. بس الفكرة ان ان انت متداشر تتعدل عليه. الافضل بقى انه اكد في البلسابس اللي هو عامل لك تهاتها سبان انت هو هتتعدل عليهم. دي مش عارف نقطة كويسة ولا وحشة بس انا بالنسبة لي شايفها حاجة وحشة انهم عاملوا صورة انت وادرش تعدل عليها بحيس انه ان اللوم بتاع ده لو كان مسلا احمر هواخدر هيكون ده يعطولي الصورة بتاعتي اللي هي انت عاملت كريكي من اوبن نيو تاب. الصورة اللي قدامك دي هتكون سبت عطول. دي طبعا مش شايفها مش حاجة حلو بصراحة. طيب. عندي بعد كده انها طبعا اللي هي الايتم بتاعك اللي هي الكولابس اللي جانب بعض دول. هو واخد حاجة اسمها انها ببار كولابس. واخد لك مدي لك اسمه وطبعا اهم حاجة الفيليكس ويكونوا كلهم جانب بعض. وعشان يكونوا متوسطين كل حاجة في النص زي ما انت شايف كيه. طيب. بعد كده عادي خالص جوبة كل حاجة بتاعك. انها ببار براند واخد يعني زي ما انت شايف اهو. الام غار اوتو يعني مارج نايت اوتو. عشان يكون مسافة يكون لها كده فاضية ويكونوا عجوزية الشمال. حلو جدا انت اللي عايز تقول لو غيرت المارج نفت اوتو فهتلاقي راحة الشمال اهو. اهو. مارج نفت اوتو فراحة الشمال. خلت يكون لها المسافة الفاضية. هو بقى علمه. تمام جدا. عندي بقى الناف ايتم كل ده. اما غالبا انا شرحته فيه اللي فات كله. بس اننا ناخد مراجعة سريعة. الناف ايتم اللي بس طبعا اكتف اهو. والناف ايتم هو ده بس مجرد اه مش اكتر على الناف بارده. فيه بقى اللي هي اللي عندك. انت لما دوس كده يفتح لك اللي شوية اهو. زي ما دفنا الكلاس اللي اسمه شوية. يخلق بتاعك يكون بلوك. تمام جدا. اخر حاجة الفورم بتاعتي. اللي لو جاني شوفنا هنا اهو. الفورم بتاعتك ايه? الفورم ان لاين. بتاخد زي ما الام وي دي يعني مارجن طوب ورايت. قصدي طوب وبوتن. وهي نفس الكلام مارجن طوب وبوتن بس في الشاشات اللارج. والام بتاعك واخد كلاس فورم كنترول والمارجن رايت بتاعه في شاشات الاسم يكون اتنين بيكسل. تهالوا كده نشوف اهو. ولما نصغر كده في الشاشات الاسم اللي هي يعني ده كده يكون رايت اتنين بيكسل. تمام جدا. طبعا دي شاشات اللارج فاخد لك المارجن رايت زيلو. هلوة. واخد بها طبعا الطيب بتاعه يكون سيرش. وعندك الطيب بتاعه يكون سيرش. وعندك الانبوت واخد طبعا بي تي اين او تلاين ساكسس. اللي هو اللي هو يكون اللغضة. طبعا بتعمل هفر يكون البيكراوند بقى. ده ببساطة شديدة الناف بار ببساطة شديدة. انت بتستخدم طبعا بتستخدمه غالبا في كل حاجة بس ما بتستخدمش غالبا يعني ما بتعملش اللي هو اللي هو الفورم. وغاليا برضو اللي هو الناف لينك ده اللي هو كوند سيبه ومبدلش عليه. برضو غالبا بتشيله اللي اللي هاي دي. وبيكون قدامك الناف بار بالشكل ده. انت بقى يستحكم في المكان ده. تخليهم زي ما قولنا عشان يكون كلهم علمين يا. تمام جدا جدا. ده الناف بقى. بيوفى لك بقى شوية كلاسات او بيمشي لك واحدة على التاني. يقول لك الناف بار ده مشيه لك واحد واحدة. زي ما احنا قولنا و لما تعمل تفصل ما بينهم ازاي عن طريق ان انت تقول عشان يكون ده او تقول بتوين احنا تعلمناها. ان انت تقول لناف نفسه اي حاجة هواك يكون بتوين. يعني بتاعهم يكون اول حاجة عشان يكون ده علمين خاص وده عشانون خاص ويكون مسافة ما بينه. ده الناف بار باختصار وقلنا دي طبعا عبارة عن ايه? عبارة عن انبوت جروب. وترى ما شفت انبوت جروب يفعها كتير. انبوت جروب بريبند وانبوت جروب تيكست. اللي هو الشكل اللي قدامك ده بيكون الجنب بعدها هتقول. والانبوت جروب بريبند اللي هي مارجن ليفت سالب واحد خلاص حفزناها اعتقد. تمام جدا. ده الناف بار باختصار. تمنا يكون واضح. جزيكم الله وخير. السلام عليكم ورحمة.